مرحبا بكم في قناة تحفة يوب مع لقجع اما ومع بدء لقجع محاولة تكرار نفس سيناريو وتهديدات مغربية للمصريين بانهم سيفوزون بالنهائي دون لعبه اذا قام لدي الزمالك بمحاولة منع فريق هدبركان من اللاعب بالقميس الذي يحمل الخارطة اي انهم باتوا يستفزون خصومهم ومن يعتردوا على الخارطة الوهمية يعلنون انهم سيفوزون عليه دون اللاعب كما فعلوا تماما مع اتحاد العاصمة الجزائري مدامة الكاف غير نزيه ومتواطئ مع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم فوزي لقجع هذه التحذيرات من المغرب استفزت جماهر زمالك وتوعد برد صارم بحال حاولوا تكرار نفس سيناريو مع فريقهم مؤكدين ان اللقجع يجهل قوة الاتحاد المصري للكرة القدم في الكاف والتي هي متغلغلة فيه وحتى ان قررت مصر منعه من اللاعب بالخارطة الوهمية فلن يلعبوا الا بدونها او الخسارة لهم وليس لزمالك ولن يفرطوا في حقهم مهما كانوا وسيدغطون على الكاف ان لن يجرؤ كما هو معلوم وحسب مراقبين موتيبي على فعلها مع مصر خاصة مع نفودها في الكاف ولو انضمت مصر لصف الجزار فسينطلح موتيبي وكل تواطئه مع المغرب جماهر زمالك اطلقت تحذيرات لفريق هدبركان المغربي مؤكدين ان ادارتهم لو قررت ان تمنع هدبركان اللاعب بالخارطة الوهمية فعليهم ان يلتزموا واصلا الامر لم يتم حسمه بعد وقد يتأهل فريق اتحاد العظيمة او يتم اجراء مباراة نهائية فاصلة بين نهدبركان واتحاد العاصمة لتحديد من سيلعب النهاي اذا نجح الاتحادية الجزائرية لكرة القدم في الجهود التي تفعلها الان لاستعادة حق الاتحاد فمن غير المعقول ان يفوز نهدبركان بالكاس دون اللاعب اي مباراة لا في النصف النهائي ولا في النهائي لو تكرر صناعة واتحاد العاصمة مع العلم ان ادارة نادي الزمالك سجلت موقفا مشارف رافضة توضع مع لقجة ومنعته حتى من محاولة توردهم او حتى استغلالهم في مخططه الدنيا اذا تزال الانظار موجهة للضغطات التي تقوم بها الفاف الجزائرية لمحاولة سرجح حق فريق اتحاد العاصمة المسروق من لقجة طبعا مستقبلا مع استمرار الملك المغربي في تسييس المباريات والرياضة يكون يدفع بالرياضة الافريقية والمنافسات الى الهوية والمهازيل المتكررة لهذا وجب وضعه عند حده وردعه من هذا التسييس الدنيا الى الرياضة والمؤامرة التي وصلت الان منه لكرس القدم فهو استحق العقوبات التي فرضها عليها الرئيس بون ويضبط محمد ثالث في كل مرة انه فعلا غدار ولا يؤتمن ولا ثقة فيه وهو الذي يتحلف مع اي جهة عدل الجزار مباشرة وبعد موقف نيجيريا الرسمي والنهائي مع الجزائر بخصوص امبوب الغاز الدخمة الملك المغربي يتوجه نحو امبوب الجزائر المتوقف والعبار من الاراضي المغربية وهذا ما طلبه مجددا من الرئيس بون وتغير مفاجئ في لهجته لاقناعه بداية بعد الخرجة القوية التي قامت بها نيجيريا وقطعت طارق نهائيا على الملك المغربي محمد الثالث الذي حول كثيرا وخاص مؤخرا اخذ اهم المشاريع من الجزائر وهو امبوب الغازم نيجيري وكان اصلا الجميع رشح اتمام المشروع مع الجزائر لانها الاقرب والاقل تكلفة واصلا انجزت حوالي 80% منه عكس المغرب اطول بكثير وبتكلفة مضعفة وبمدة زمنية اضعف مضعفة اين دخل محمد الثالث الخط سريعا ومجددا فور تحرك وزير خارجية نيجيريا ورئيسها هلدا اكد انه مقرر اكمال المشروع مع الجزائر وليس المغرب لهذا حاول الملك المغربي الان استعطاف وسمال في الرئيس بون من اجل بناء شراكة قوية في مجال تقاول استفادة من الامبوب المغاربي الذي كانت قطعت الجزائر جانبا منه كعقوبات على المغرب بسبب سياسات محمد الثالث فحاليا يقول خبراء ان محمد الثالث خضع للامر الواقع ولا خيار امامه سوى تكرار محاولة اقناع رئيس بون ليعيد استغلال هذا الانبوب ليبيع للمغرب الغاز مجددا كما كانت تفعل الجزائر سابقا اد يرهن محمد الثالث حاليا حسبهم على تقديم تنزلات للجزائر لعلها تقبل طلبه وسيتم حسبه محمد الثالث على الرئيس بون ليعرض عليه اعادة استغلال امبوب الغاز الجزائر المار من المغرب نحو اسبانيا بالتزامن مع صلح الجزائر الاسباني لتستفيد الجزائر من جهتين من جهة وعيد تشغيل الامبوب وتبيع لكل من المغرب اسبانيا عبره الغاز لكن كما يعلم الجميع للجزائر انبيب اخرى واصلا الجزائر تخلص على الامبوبها في المغرب فمن الصعب ان يستطيع محمد الثالث اقنع الرئيس بون بهذا الامر بعد ان انشأت انبوبا اخرى وهو انبوب ميدغاز الذي يربطها بمباشرة مع اسبانيا عبر البحر وتبيع من خلاله كمياز ضخمة من الغاز للطرف الاسباني فعودتها للانبوب المغاربي مستبعد وغير ضروري الا اذا كان هناك فعلا صلح مع النظام المغربي وهذا مستبعد حاليا مدام الملك المغربي محمد الثالث مستمر بنفس سياسته مدام الملك المغربي محمد الثالث مستمر بنفس سياسته والعلاقات جد متوترة ضد الجزار وقد يغير فعلا بعض سياسته حاليا مرغما لاقنع الرئيس بون ليبيعه له لاس فلاصلاح العلاقات الجزائرية طريق طويل جدا وجدا لان مملكة محمد الثالث مدى طويلا في سياستها ومخططتها وتأمرتها ضد الجزار فطريق لا عودة يستغرق وقتا ونية وحتى تحرك فعلي منه لاصلاح ما افسده وإلا فلا يمكن إعادة العلاقات ورفع العقوبات ورأي السبون متمسك لغاية الآن بالموقف وحتى الشروط كما أن مغاربة انتقدوا ملكهم كثيرا مطالبين إياه بإصلاح العلاقات مع دول الجوار وخاصة الجزار في ذلك الارتفاع أسعار الغاز بشكل جنوني هناك في المغرب ووصلت لأرقام قياسية مع فصل الشتاء تكون الحاجة أكثر وأكبر للغاز ولم يستطع إيجاد أي حل بليل منذ أن قطعته الجزائر عليه بعد أن كانت تبعه الجزائر بسعر رمز للمغرب قريب للمجان وبكميات ضخمة وكانت تلبي كل حاجات المغرب لكن محمد سالس بسبب سياسته دفع الجزائر لقطعه وحرم شعبه من الغاز الجزائري للمرة الثانية على التوالي الجزائر تقبض على مغربة في الحدود تجاوزوها وهذا ما وجدوه عندهم ولماذا هؤلاء بالذات كشفوا مخطط يحاكوا من طرف ملكهم على الرئيس بون بداية الجزائر تتمكنوا من تفكيك مخاطط للنظام المغرب في الحدود الجزائرية مع استمرار محمد سالس في نفس سياسته ضد الجزائر ولجوءه مجددا لمحاولة تشويش فبعد أن كانت أوقفت الجزائر مؤخرا عددا من المغرب عبر الحدود وبحوزتهم كميات ضخمة جدا ومهولة من الممنوعات ضمن سياسات المخزن الذين يحاولون إغرق الجزائر بتلك المواد بنظر لكون محمد سالس يعتمد بشكل كبير على الممنوعات في اقتصاده ومقنن لهذا الأمر في بلاده الآن مجددا قبضت الجزائر على جوازي استبيعين للنظام المغربي تجاوز الحدود حاولوا تجميع معلومات وتنفيذ مخاططات على التراب الوطني بتزامن حتى مع القبض على جوازي استبيعين للإمارات حسب صحف محلية مع توجيه الجزائر اتهمت الإمارات بتوطأ وتخطيط مع النظام المغربي لضرب مصالح الجزائر ومحاولة أزلها إفريقيا عربيا ودوليا لهذا الجزائر مع كل هذه المخاططات التي تحكو ضدها زادت من رقبتها على الحدود وتأهب جيشها لتصدي لأي محاولات عبور الحدود أو مستورب الوطني وقد كشفت صحف صبحت اليوم في تقارير عن توطأ رسمي من النظام المغربي لسماح لبعض المواطنين المغربة الذين هم في الأصل جوازي وليسوا مواطنين عاديين من عبور الحدود لدخول الجزائر وجمع المعلومات وفق بيان وزارة الدفاع الجزائرية وفي بيانها الرسمي الذي أكد أنه خلال دورية مرقبة وتأمين مياهها الإقليمية قامت وحدة من حر السواحل تبعا للجيش البحري الغربية بالنحية العسكرية الثانية بتوقف ثلاث أشخاص على مسد دراجة مائية قاموا باختراق حدود مياهها الإقليمية الغربية على بعد حوالي سبعة أميال بحرية شمال شطئ مرسى بن مهيدي أفضت تحقيقات الأولية والتي ما زالت متواصلة إلى أن الأشخاص الموقفين مغاربة وكانت الجزائر في أكثر من مرة خاصة في الأشهر الأخيرة أوقفت العديد من المشتبه بهم يعملون لصالح مخابرات المغرب والإمارات فإذا لمحاولات مستمتة من الإمارات محاولة فرد ضغط وإخلاع الجزائر اشتركوا في القناة